انطلاقا من أهمية دور الشباب الأردني في صناعة التغيير من خلال زيادة درجة الوعي لديهم بمختلف القضايا والتحديات الوطنية أطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية مشروع الزمالة مع مجلس النواب الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في الحياة العامة التي استهدفت الشباب ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما مشروع الزمالة مع مجلس النواب يهدف لتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية وأيضا يهدف إلى إطلاع الشباب على الدور التشريعي والدور الرقابي لمجلس النواب مهم جدا أيضا أن شبابنا يدركوا لما يتوجهوا على البرلمان يدركوا شو هو يشتغل فهذا جزء من التدريب يكون كيف يعمل البرلمان وفق النظام الداخل للبرلمان وفق القوانين وكذلك عليهم أن يتعلموا كيف يتواصلوا مع الآخرين يتواصلوا مع قواعدهم الشعبية كيف يديروا حوارات داخل البرلمان كيف يطلعوا بأفكار جيدة وإيجابية ومبدعة ويجدوا حلول لكثير من القضايا التي تواجههم مراحل التدريب تتضمن أربع مجموعات تتوزع ما بين مجموعة الزمالة أو المرافقين للنواب وعددهم 130 شابا وشابة تكمن مهمتهم في مرافقة النواب إلى اجتماعاتهم ويساعدونهم في البحث وتقديم المعلومات التي تفيدهم في عملهم ومجموعة البحث التي تكمن مهمتهم في عمل مجموعة من الأبحاث الخاصة في التشريعات والقوانين ومجموعة الكسب والتأييد الذين سيقومون بإعداد خطط حملات كسب تأييد لقضايا سياسية وتعديلات قانونية على القضايا الراهنة ومجموعة الإعلام والتواصل الاجتماعي الذين سيقومون على تصميم الخطط الإعلامية للحملات وإنشاء صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الرسائل الضرورية بلشنا بالمشروع عرفونا بمهارات التواصل بالبداية بلشنا نشتغل على موضوع كيف نوصل لتشريع والرقابة في مجلس النواب تجربة جديدة وإن شاء الله ستكون ناجحة لأنه إشراك الشباب وروح الشباب وهذه رؤية جلالة سيدنا طبعا في البداية وفي النهاية لإشراك الشباب في العملية التشريعية والصياغة التشريعية ليتعرفوا شو هي العملية التشريعية كيف يتمر كيف أسوسها جملة من التدريبات تتيح الفرصة للشباب على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية بشراكة مع مجلسي الأعيان والنواب والجامعات الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني يهدف مشروع الزمالة مع مجلس النواب إلى ترجمة رؤى جلالة الملك في التمكين السياسي للشباب إلى برامج عملية والإطلاع على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب لخلق قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير سندقة من المملكة عمّا ومعنا مدير برنامج التواصل والتوعية المجتمعية في صندوق الملك عبدالله ثاني للتنمية أشرف الخوالدي صباح الخير صباح الخير صباح الخير إلى كل مشاهدي قناة المملكة أهلا وسهلا فيك خلينا نحكي عن مشروع الزمالة مع مجلس النواب من وين إجتت هاي الفكرة أول شي أحب أن أصبح عليك وعلى جميع المشاهدين وأشكر قناة المملكة على تعاونها الدائم مع صندوق الملك عبدالله نعم بتغضية كل البرامج والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الإعلامية وبرامج الصندوق جاءت فكرة مشروع الزمالة مع مجلس النواب من أفكار ورؤى جلات الملك بالأوراق النقاشية وحتى من استلم جلات الملك سلطات البستوري وهو يؤكد على ضرورة تمكين الشباب بكل المجالات فالصندوق أخذ عاتقه أنه يترجم هاي الأفكار إلى برامج عملية بمختلف المجالات ومنها برنامج التمكين السياسي فجاءت فكرة البرنامج من الأوراق النقاشية لجلات الملك طورة عمره نعم طيب هلأ الهدف من هذا المشروع هدف مشروع الزمالة مع مجلس النواب هي تمكين الشباب سياسيا وابناء قيادات شبابية مؤثرة بكل المحافظات والاطلاع على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ويتعرفوا كل مراحل عملية التشريع يعني إلا كها بكل تفاصيلها لأهمية مجلس النواب بالتشريعات اللي يسنها ودورها وتأثيرها المباشرة على المواطنين بكل محافظات فلازم الشباب بكل المحافظات يطلعوا على هاي التجربة ويشوفوا كيف تنسن التشريعات بمجلس النواب طب هلأ مشروع هذا الزمالة قدي وقت رح يستمر المشروع مستمر لكن احنا ناخذ الشباب ندربهم خلال دورة عادية قدي فترة الدورة الدورة العادية هي ست أشهر طول فترة انعقاد جلسات مجلس النواب دورة العادية بدهم يكونوا نفس المجموعة متواجدين لمدة ست شهور تمام الفترة اللي بعدها بيكون في مجموعة جديدة من الطلاب كل سنة أو من المشاركين عفوا كل سنة نختار مجموعة من الشباب ندربهم من أحلهم قبل ما يصلوا للمجلس النواب ويلتحقوا بالدوام ومرافقة لأصحاب السعادة النواب والمعالي خلال دورة العادية بالمجلس هلأ رح يكون فيه ناس بالمجلس طول الوقت وفيه ناس حسب مذكر التقرير مع النواب بمكاتبهم رح رافقوهم كل الوقت كل الوقت كم عدد الناس اللي رح تشارك بهذه الزمالة؟ هيداروا مجلس النواب 130 شاب وشابة من كل محافظات المملكة نعم حسب عدد النواب هيرافقوهم بالاجتماعات اللي جان بعملهم المكتبي الحضور لكل المناقشات زياراتهم للمحافظات هيكونوا برضو حلقة توصل بين النواب والقواعد الشعبية من خلال الشباب بالمحافظات هينضمونهم لقاءات حتى يطلعوهم على عمليات صنع القرار برضو هيشتغل معهم خمسة بوحدة دراسات والأبحاث بالمجلس وخمس شباب هيشتغلوا معهم على الإعلام الاجتماعي بوحدة الإعلام الاجتماعي بالمجلس يعني تقريباً عم نحكي عن 160 شخص 160 140 هيداروا مفعلي و20 في حال صار أي غياب يعني احتياط طيب المية وستين على أي أساس تم اختيارهم؟ المية وستين تم اختيارهم أول شيء تم اعلان عن المشروع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة للصندوق تقدم للمشروع من كل محافظات المملكة أكثر من ألف شاب وشاب بتتراوح أعمارهم بين؟ الأعمار كانت مطلوبة للمشروع من عشرين إلى ثلاثين سنة تمام رحنا أول شيء كان فيه طلب اكتروني عبوض المشاركين قيمنا على أساس الأفكار الشباب بعدين قابلنا كل الشباب اللي تقدموا بكل المحافظات واخترنا المية وستين شاب وشابة تمام هلأ المية وستين زي ما ذكرت أشرف أنهم يأجوا من يعني من كل المحافظات تمام هلأ كيف يعني من نساعدهم للوصول إلى مجلس النواب إذا كان فيه مسافات بعيدة كمان رح يتكلفوا يعني هو هذا الموضوع تطوعي من المفترض أنه يكون بالضبط الصندوق خط خطة كاملة لعملية إيصال الشباب حتى يسهل عليهم أنهم يأخذوا هذه الخبرة والتجربة سواء من خلال هيئة شباب كنا الأردن بوسائل التنقل تبعتها وبرضو حطنا لهم خصصات مالية حتى تسهل عليهم نشيل عنهم العب المالي اللي يتحملوا خلال عملية التنقل من محافظاتهم للمجلس تمام حسب ما شفنا بالتقرير هم اللي هلأ عم بيأخذوا يعني خلال نقول محضرات نظرية نعم تمام مع يعني لما يبلش بالمجلس بالانعقاد رح يعني ينضموا لهم الشباب طيب يعني هلأ هدول الشباب كمان عم بيكون يعني عم بتحاولوا اتمكنوهم ليكونوا موجودين هم بمجلس النواب مستقبلا إن شاء الله يعني إحنا هلأ نطبع إنه يكون فيه عندنا قيادات شبابية مؤثرة بكل المحافظات والأهم من ذلك إنه يدركوا أهمية دور مؤسسة البرلمان في عملية التشريع والرقابة لأنه عملية التشريع والرقابة هي التشريعات اللي سنها للنواب تنعكس مباشرة علينا كمواطنين بكل محافظات المملكة نعم فإحنا الشباب اللي ندربهم حتى يعرفوا أهمية اختيار النائب بالمستقبل لازم يطلعوا على عملية التشريع ودور هاي المؤسسة قبل ميروح على مجلس النواب نعمل مجموعة تدريبات للشباب حتى يكونوا مهيئين للتدريب داخل مجلس النواب ويعرفون ما الأشياء يتعرضون لها خلال دوامهم بالمجلس نعم هناك شروط معينة للمشاركة من قبل الشباب والشابات من مختلف المحافظات كانت متاحة لجميع الشباب بكل المحافظات ضمن الفئة العمرية اللي حكنا فيها من 20 إلى 30 سنة يفضل أن يكون دارس جامعة ويفضل كمان أن يكون ناطل أولوية للدارسين مثلا حقوق علاقات دولية إعلام اقتصاد إلى آخر من التخصصات نعم كلية لا لازم يكون معهو بكالوريوس في ناس من ضمن الشباب والشابات في ناس كانوا شباب مؤثرين بالمحافظات ولهم إضافة بالبرنامج فأخذناهم فتم اختيارهم متمنى لكم كل توفيق معنا إذن مدير برنامج التواصل والتوعية المجتمعية بصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أشرف الخوالد شكرا ويعطيكم ألف عرف شكرا 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 شكرا